بعد الإعلان عن الهدنة المخترقة من قبل الميليشيات تبدو العضاء هنا أكثر اشتعالا من ذي قبل فالميليشيات تكثف هجماتها المستمرة بشكل يومي على جبهة القتال محاولة السيطرة على المواقع التي تحررت من قبضتها بينما تؤكد القيادة العسكرية هنا التزامها بالهدنة مع حفظ حقها بالرد الحوثين يتقدمون الحوثين يقصفون ليلة نهر على المدينة يطالبون برفع الخروقات وأنا لا أسميها خروقات معارك مستمرة الخروقات تكون بسيطة جدا أثناء أي هدنة في العالم يسمى خرق أي هدنة لكن في تعز لم تحصل الهدنة على الإطلاق والهجوم على المدينة وعلى كل جبهات المقاومة تغير الأجواء وهطول الأمطار لم يؤثر على استمرارية المعارك هنا بينما تسعى الحملات الشعبية لدعم وإسناد المقاومة بتوفير المتطلبات التي تعمل على استمرارية المقاومة وصمدها فهذه المرة ينفذ القطاع النسائي بقافلة شارك توزيع جواكت الأمطار والوجبات الليلية في إطار مشاريع حملتها رعاية المقاوم قافلة شارك قطاع النساء اليوم لبت النداء الذي حدث يوم أمس بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال الليل فكانت ضمن خطتها في الأيام المقبلة ولكنها قعلتها خطة طارئة لأصحاب المقاومة للقبهات في القبهة الشرقية فمدتهم اليوم بمشروع الجاكتات الواقية من المطر لأنهم يستحقون ذلك تكاتف أبناء هذه المدينة هو ما جعلها تصبد طويلاً بوجه الميليشيات الإنقلابية التي تقوم بقصف الأحياء السكنية وارتكاب المجازر كل يوم ليغادر مشهد الهدنة المخترقة أجواء هذه المدينة منتظراً مشهد المشاورات الذي يليه وكيف ستكون نتائجه يعمل الجميع في هذه المدينة رجالاً ونساء من أجل دعم لمقاومة واستمرار رجتها فهم هنا يتكاتفون رغم كل الظروف حمزة أمين قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر